اشتركوا في القناة متمنيا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام وده كان في بان صحفي وقال الدكتور رضح جازر اسقطاع التعليم انه من المقرر بدء امتحانات الدور الثاني ان شاء الله يوم السبت الموافق 6-7-2019 هتستمر لغاية 31-7-2019 شوف مع بعض الجدول السبت لغة عربية ولغة اجنبية تانية الحد اتصاد واحسا وتربية دينية الاثنين طبعا كل يوم جغرافيا وفيزياء ورياضة بحتة اللي وجب رهندسة فراغية تلات تاريخ احياء رياضيات بحتة التفاضل التكامل الاربعة فلسفة ومنطق وجيولوجيا والومبية رياضيات طبقية ديناميكا خميس علم نفس واجتماع وكمية ورياضيات تطبيقية السبت 13-7 لغة اجنبية اولى وتربية وطنية تجارة والمؤتبت مرض حجازي ووزيري التربية والتعليم جمهورة مصر العربية وزارة التربية والتعليم لتدار العامة الامتحانات شهد اتمام السنوية العامة لبعثة التعليمية المصرية بالسوداء اه قدام حضراتكم وانشوف الفيديو ده حتى تتعمل فائدة غيرك يستفاد واددل على الخير كفاعله فعل الجرس حتصلك كل جديد ان شاء الله واشتراك في القناة حتى نصل بك الى كل جديد واكيد في امان الله اشتركوا في القناة